الخبر اول اللي عدنا عن اسلام يا حبايب وخطوبته فنزل على حسبه بالانستجرام هذه الصورة يا حبايب ويا خطيبته وكان كاتب عليها الحمد لله طبعا ان شاء الله يرف مبروك على الخطوبة وبنسبة الاشخاص اللي ما يعرفون انه اسلام بالسابق كان عنده حبيبة وحبيبتها السابقة واللي هي يارا عزيز يا حبايب صاحبية اغنية فريش كان يصورون ايا بعض ويطلعون هواي ويا بعض فبنسبة اشخاص اللي يسئلوه شنو كانت هي ردها على هذا الموضوع فوش نزلت هذا الاستوري تبارك لهم على الخطوبة وتقول انه لاحد يحكي على البنية ولاحد تقارنوها بأي احد بعدين نزلت هذا الاستوري كان واضح انه هي قاعدة تبشي قبلها فلو تركزونا على انها يا حبايب راح تلاحظون ان المكياج نازل اتوقع البلنات راح يعرفون ان البنية باتشي لانه المكياج ماتش فوي السايح وسيب هذا الشي خلاها انه تحذف الاستوري فالاستوري مو موجود حاليا بأي مكان لان هي كانت تبشي ويكون انتباه على هذا الموضوع فكتبونا بالكومنتات شاركو بالخطوبة وبنسة الوقت شاريكم براد يارا على الموضوع ولنتقل حاليا يا حبايب نورمار بتنزيله هذا التيك توك اللي كاتب من 2014 إلى 2018 هو كان يشتغل ل 12 ساعة باشغال صعبة بيحشى قصة نجاحه وانه بأي من 2018 شان قرر الانتحار ولكن بعدين قرر انه ينجح وصار افضل تيك توكر بالوطن العربي وطلع بمقابلات حسمه هو كاتب بالتيك توك فكتبونا بالكومنتات شاركو بقصة نجاح نورمار واللي وصل له حاليا ننتقل حاليا لأحمد حسن وزينب واخيرا رجعوا يا حبايب فنزلوا شوية مقاطعوية بعض انهما رجعوا ويا حبايب مرتها ما توقع قرأت انه يتتحجب للمرة الخامسة وبالنسل الوقت قرأت تجروح للعمرة فالله وفقها يا رب والله وفقهم يا بعض وكتبنا بالكومنتات شاريكم ننتقل حاليا مريانا غريب يا حبايب ولشي يزعلانة فبداية شارت من طبنجة لما نزل هذا الستوري يطلب المتابعين يسئلوا اسئلة فوحد قل له شنو الصورة تعني لك حط صورته هواء وابنية لازم ايده فالاغلب توقع انه مريانا ضجت من هذا الشيو ومنزلت ستوري تحجي به هواية كلام وبالنسل الوقت تقول انه هي زعلانة وانه هي خايفة تعبر عن مشاعرها عود ما حد يقول عليها الدراما فهل تتوقعون فعليين هي زعلت لان طبنجة ارتبط ما ادري صراحة وننتقل حاليا البيسام تكيت يا حبايب والتهجوم اللي تعرضت له بعمل رزالة هذا التكتوك تتمرقص بي فلاثم شايفين اغلب الكومنتات لك موعد مع الله وبرمضان وحرام من هالكلام فاكتبون يا حبايب بالكومنتات هل تستحق التهجوم تعرضت له او لا وبالختم يا حبايب عن ياسو تنزيله هذا المقطع اللي كاتبة بي صورت لكم فيديو يوتيوب نار كله فضايح طبعا ما ادري الصراحة من انه تقصد هل هي تراوية قمر صورته لان اخر فترة هو يطلعون لي بعض ما ادري الصراحة اكتبوني بالكومنتات قامت حامسين للمقطع ويصل الله انه وصلت المقطع فاشروا بطبع اللايكاتش انكم فيهت زي مقابل بميكس القصص احبكم وبس مع السلامة